هذا النظام نظام يزيد كيف وجدت؟ هذا النظام وليد طبيعي لما تقدمه؟ يزيد ما قام بإنقلاب، ما قام بثورة، كان نتاج طبيعي لما تقدمه، كان وليد شرعي للأنظمة التي تقدمته. ففي الواقع قتل سيد الشهداء صلوات الله عليه لا يمثل إدانه لفرد وهو يزيد. ولا يمثل إدانه لنظام وهو النظام يزيد. وإنما يمثل إدانه لتلك الحلقات لذلك النظام الذي انتهى إلى قتل سيد الشهداء. فبقتل سيد الشهداء صلوات الله عليه انكشفت تلك الحقيقة التي أرادوا إخفاءها. إذا المسلمون اليوم أرادوا أن يعرفوا الحقيقة، معرفة الحقيقة قضية مهمة جدا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول في الحديث الشريف الذي رواه الفريقان ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية، والباقي في النار. هذه القضية قضية مهمة من هي الفرقة الناجية؟ لأن هذه القضية تتعلق بالمصير الأبدي للمؤمن. قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه كشفت هذه الحقيقة. ولذلك كثير من المتحولين الذين عرفوا الحقيقة والذين عرفوا الواقع والذين أبصروا الهدى انطلقوا من قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذه القضية استوقفته، انطلقوا من هذه القضية وتابعوا الحلقات المتتالية وتوصلوا إلى تلك الحقيقة. ولذلك أحد المتحولين يقول إن البداية كانت مع الحسين، هذه كانت البداية صلوات الله عليه كشفت. نقرأ لعن الله أمة قتلتكم ولكن لا تقصر النظر على هذه الظاهرة، هذه هي النتيجة. لاحظ المقدمات وكيف انتهت تلك المقدمات إلى هذه النتيجة. يقولون الخط عندما يبدأ منحرف، ربما يكون الانحراف في بداية الخط سنتيمتر واحد، ولكن كلما هذا الخط يمشي الانحراف يكون أكثر. ربما في نهاية المطاف انحراف الخط عن ذلك الطريق المستقيم، يكون ألوف الكيلومترات، أنت لا تنظروا إلى تلك النتيجة وذلك البعد، أنت تعالوا 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 إلى تلك النقطة التي بدأ منها الانحراف. لعن الله أمة قتلتكم، هذه نهاية المطاف، ولكن ماذا كانت بداية المطاف؟ ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، من الذي أعطى السيف بيد يزيد؟ أنتوا يجب أن تفكروا في تلك البداية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر